اهلا بكم من جديد ابرمت شركة البحرين الوطنية للبرودباند بينت اتفاقية مع شركة بيوند بيرينج بوينت خلال اجتماع افتراضي حاضره الفريقان التنفيذيان من كلتا الشركتين عبر القنوات الرقمية وتوفر بموجبها شركة بيوند بيرينج بوينت حلولا رقمية متطورة مبنية على خدمات امازون ويب سيرفزز السحابية لتشغيل اي دي بليو اس نظام الدعم للعمليات او اس اس ونظام الدعم للاعمال بي اس اس المستخدم في الشبكة الوطنية للبرودباند وقد تم تدشين شركة بيوند في اكتوبر الماضي اثر فصل شركة بيتلكو الى كيانين مستقلين بموجب متطلبات الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات والتي وضعت لتحقيق النمو والتنوع الاقتصادي في قطاع الاتصالات وبهذه المناسبة علق الشيخ عبدالله بن خليفة الخليفة رئيس مجلس ادارة بيتلكو ان هذه الشراكة تأتي نتيجة رؤية حكومة مملكة البحرين لقطاع الاتصالات في المملكة ومن جانبه قال السيد محمد بوبشيت الرئيس التنفيذي لشركة بينت ان التقنية السحابية هي مستقبل عامل عالم الاعمال وان تبنيهم استخدام التقنية السحابية ينصب في اهدافهم الاستراتيجية طويلة المدى فيما يخص توفير شبكة وطنية للبرودباند عالية الجودة والان نترككم مع اسعار صرف الدينار البحراني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة اقلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا الاسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين فقد اقفل مؤشر البحرين العام على تراجع بنسبة تجاوزت نقطتين مئويتين مغلقا التداولات عند مستوى 1408 نقاط وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد تجاوزت كمية الاسهم المتداولة 6 ملايين و236 ألف سهم بقيمة اجمالية تجاوزت مليون و250 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 124 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 6267 نقطة بارتفاع بنسبة 1.83% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3685 نقطة بارتفاع بنسبة 8.41% وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 1819 نقطة بارتفاع بنسبة 2.85% أكد وزير التجارة وزير الأعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وفرة المخزون التمويني الغذائي والمنتجات وذلك في إطار جهود الوزارة والتحقق من الوفرة واستقرار الأسعار واستمرارية سلال الإمدادات وشملت الجولة مجموعة من منافذ البيع بالجملة والتجزئة وطمأن القصبي عموم المستهلكين بشأن الوضع التمويني وأشاد بالتعاون الكبير من المنشآت التجارية والقائمين عليها أعلنت الحكومة المصرية حزمة قرارات لدعم قطاع الصناعة في البلاد والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا وعلى رأسها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة وشملت القرارات توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدا للمصدرين في يونيو المقبل وبشأن الضريبة العقارية فقد تقرر تأجيل سدادها المستحق في المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاثة أشهر النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل هوندا وبي ام دي باليو تعلنان خطتهما لإغلاق مصانعهما في كل من الولايات المتحدة وأوروبا أعلنت بريطانيا أنها ستتيح ضمانات قروض قيمتها 399 مليار دولار بما يعادل 15% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى جانب إجراءات أخرى لمساعدة الشركات المتضررة وذلك في تكثيف لمساعي مكافحة العواقب الاقتصادية للفيروس المستجد وتشمل الإجراءات الأخرى تعليق مدفوعات الرهن العقاري ثلاثة أشهر للأفراد الذين يمرون بصعوبات وتوسيع نطاق تعليق ضريبة الممتلكات على الشركات الصغيرة ليشمل جميع شركات قطاعي الضيافة والترفية تعهد رئيس كوريا الجنوبية مون جي ان بتقديم 39 مليار دولار في شكل تمويل طارئ للشركات الصغيرة وإجراءات تحفيز أخرى لدعم الاقتصاد المتضرر من تفشي فيروس كورونا وتعد الحزمة الأحدث في سلسلة خطوات اتخذتها سول في الأيام القليلة الماضية وذلك لتخفيف الضغط على رابع أكبر اقتصاد في آسيا وشملت خفضا لأسعار الفائدة وميزانية إضافية بقيمة 9 مليارات و120 مليون دولار وقال مون ان الحكومة ستصدر ضمانات للقروض للشركات الصغيرة التي تواجه مصاعب وتحقق إرادات سنوية أقل من 78 ألف دولار أعلنت هوندا وبي ام دي بليو خطتهما لإغلاق مصانعهما في كل من الولايات المتحدة وأوروبا هذا الأسبوع بسبب الانخفاض المتوقع في الطلب على السيارات نتيجة لتفشي وباء كوفيد 19 وسيتأثر حوالي 27 ألفا وستمائة من شركاء هوندا في أمريكا الشمالية بهذا التعليق المؤقت للإنتاج لكن الشركة تعهدت بأنها ستوصل الدفع الكامل لجميع شركائها كما وأضافت بي ام دي بليو أن انتاجها موجه نحو توقعات المبيعات مشيرة إلى أنها تعدل حجم الانتاج بما يتماشى مع الطلب وتابعت أن الطلب على السيارات مثل العديد من السلع الأخرى سينخفض بشكل ملحوظ إثر انتشار فيروس كورونا اشتركوا في القناة